مجلس القادر رئاسي اجتماعا برئاسة فقامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي استمع الاجتماع إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية وخيارات التعامل معها وشدد المجلس على همية حجد وتعبئة كافة القدرات والطاقات لتعز حضور الدولة وحدث الصف حول جهود إنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وطمأن المجلس الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني على الجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية كما أشهد بالمواقف المشرفة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذا الإدانة وتنديد العربي والدولي الواسع بها جماعة اعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية ودائميها الإيرانيين وتدعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين استقبل رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقت عدن محافظ الجوف اللواء حسن العواضي وذلك بمناسبة تعينه ونيله الثقة من مجلس القيادة الرئاسي وأدائه اليمين الدستورية وناقش رئيس الوزراء مع محافظ الجوف أولويات المرحلة المقبلة بالمحافظة في ظل عدم تجديد الهدنة بسبب رفض ميليشيات الحوث الإنقلابية وجهود تضافر الموقف الشعبي والقبلي والرسمي لاستعادة الجوف وطرح الدكتور معين عبد الملك عدد من الموجهات الضرورية وما يمكن لقيادة محافظة الجوف القيام به في استعادة المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين معربا عن ثقته في محافظة الجوف خبرته القيادية ودعم الحكومة له للقيام بمهامه ومسؤولياته شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماعات المنتدى التأسسي لمجالس الشورى بدول العالم الإسلامي المنعقد في مدينة باندونج الاندونسية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث الذي استعرض مستجدات الأوضاع في بلادنا مشيرا إلى أن اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية واقتصادية اجتماعية بسبب انقلاب مليشات الحوثي الإرهابية على الشرعية لافتا إلى جرائم المليشات بحق الشعب اليمني وأكد أبو الغيث أن المليشات الحوثية تشكل تهديدا خطيرا على اليمن ودول الجوار والعالم وتهديد وتهدد الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر مطالبا أن يتضمن البيان الختامي للشماعات المنتدى تصنيف المليشات الحوثية جماعة إرهابية بناء على القرار الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني اليمني بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد دعوة بن مبارك مع نظرائه السعودي والإماراتي واللبناني في اتصالات هاتفية تدعيات لجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حضر موت وشبوة وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل تهديدا خطيرا يفاقم معاناة الشعب اليمني وأشار وزير الخارجية في حديثه معهم إلى أهمية توحيد الجهود العمل المشترك في المحافظة الدولية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية وفضح الجرائم الحوثية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للأمن والسلمة في المنطقة وارتخاذ موقف دولي حازم على تلك التصرفات المسؤولة والعمل على تصنيفها كجماعة إرهابية عالمية الخبر الأخير في هذا الموجز استعرض وزير العلامة ثقافة السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى دولة ألمانيا للتحادية مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا وخلال اللقاء الذي تم بدعوة من سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا عبدالله بن عبداللطيف بحضور القائم بأعمال سفارة بلادنا لدى ألمانيا تحدث الإرياني عن جهود مجلس القيادة الرئاسية للحكومة في إحلال السلام الدائم والشامل وتعاطيها الإيجابي مع كافة جهود مبادرات السلام وتنفيذ الحكومة لكافة التزاماتها وتنصرها عن الالتزامات المفروضة عليها وضع الوزير الإرياني سفراء دول مجلس التعاون في صورة التطورات الأخيرة وقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية نهاية المجازة أشكر لكم وطيب المتابعة للقاء